كشفت مصادر متلعة عن عقد الإطار التنسيقي اجتماعا حاسما يوم غد لبحث مسألة رئاسة البرلمان العراقي في خطوة قد تحدد الوجهة النهائية لمنصب رئيس مجلس الدواب في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين القوى الصنية حول مرشح موحد كما وافادت المصادر بأن الاجتماع سيبحث خيارين رئيسيين اما اختيار احد المرشحين المقترحين لرئاسة البرلمان من قبل الإطار التنسيقي او انتظار تطورات جديدة في المفاوضات بين الأطراف الصنية ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود القوى والأحزاب بعد أسابيع من المناقشات والضغوط السياسية وايضا تجدر الإشارة إلى أن حزب تقدم ما يزال يصر على حقيته السياسية بمنصب رئيس البرلمان فيما تحاول قوى السنية أخرى سلب هذا الاستحقاق من خلال تحالفها مع الإطار مما يعقد جهود التنسيق والتواصل إلى توافق شامل ترجمة نانسي قنقر